زي ما انتم بتتكلون بالأرقام هنتكلم احنا كمان بالأرقام ونقول لك النادي الأهلي فين في تاريخ كأس العالم للأندية فين في تاريخ المنديال هتلاقي اسمه منحوط في تاريخ كأس العالم للأندية وإذا كان مشكلة إن النادي الأهلي شارك سبع مرات وباقي الفرق ممكن تكون مش قادرة تشارك فدي مزن بالأهلي إن هو الأكثر قوة داخل القرى دي الفرق الأكثر تحقيقا للفوز في كأس عام الأندية الناس افتقرت فقط لغير الفرق الأكثر تحقيقا أو استقبال الأهداف أو تلقي الخسارة النادي الأهلي بيأتي في المرتبة الرابعة وأمامه فرصة تاريخية إن شاء الله يتساوى مع فريق منتريه في المرتبة الثالثة من في المرتبة الأولى نادي ريال مدريد عشر مباريات فوز يأتي بعده نادي برشلونة سبع مباريات فوز منتريه بالفوز النهاردة على الجزيرة وأعتقد شفنا مدى قوة فريق منتريه النهاردة أمام الجزيرة يليهم النادي الأهلي بخمس مباريات فوز ويحسب للنادي الأهلي مباراة وفاز فيها على بالميرس برقلات الترجيح ولكن دي تحتسب تعادل إذن النادي الأهلي في مكانة مرموقة وسط الأكثر تحقيقا للفوز لكن البعض بيأخذ فقط لغير الهزائم أيضا عندنا مشاركة أخرى ورقم آخر ورقم مسجل باسم النادي الأهلي الفرق الأكثر لعبا لعدد مباريات في بطولة كأس العالم للأندية هنجد أن النادي الأهلي 17 مباراة هينهي كأس العالم الحالي إن شاء الله هو 18 مباراة بعده أوكلاند سيتي 15 بعده ريال مدريد بالتساوي مع منتريه 12 مباراة برشلونة 8 مباريات ده معنى إيه؟ معنى واضح جدا أن أنت فقط لغير شفت الأرقام السلبية وطبيعي جدا لما تشارك على مستوى هو الأفضل بين قرات العالم تكون في بعض الأرقام السلبية لكن لما يكون فيه أرقام إيجابية وأرقام خاصة بالنادي الأهلي لازم كمان نورها لك ولازم كمان تشوفها هتقول أصل النادي الأهلي هو الأكثر مشاركة سبع مرات وشارك عن أفريقيا سبع مرات ده الكلام ده يدينك لأن النادي الأهلي لما يشارك عن بطولة أو قرات أفريقيا سبع مرات معنى أنه كبير القوم في أفريقيا وسيد أسياد القرى الأفريقية في قرة القدم فما يصحش أي نادي آخر أو إعلام نادي آخر في قرات أفريقيا يتحدث عن النادي الأهلي بالتقليل من شأن النادي الأهلي اشتركوا في القناة